كان دوماً الدور المصري يمر بمراحل مرحلة وقف إطلاق النار والتهدئة ثم مرحلة الإعمار أو يعني مرحلة إصلاح ما أفسده العدوان ثم بداية العملية السياسية وكلما سرنا المرحلة اللي بتنجز عادة وما يتخليها طبعاً من تبادل أسر أو غيره المرحلة التانية بتنجز بنيجي عند المرحلة التالتة وهي الحل ويتعصر الأمر نتحدث هنا عن مصر نتحدث عن المصار ونعود إلى دورة الاحتلال ثم رد على الاحتلال ثم العدوان ثم إيقاف ووألاخ هذه المرة مصر قامت بالدورين الرئيسيين التهدئة وإيقاف إطلاق النار وأريد أن أسمع تقييمك له أيضاً نجاحه المطلق حتى الآن ثم دور الإعمار وبدأت في الإعمار بالاتفاق مع الإخوة الفلسطينيين والآن حنبدأ في الحل السياسي هل المصار ده الدائرة المفرغة ستعود مرة أخرى بعد هذه المرحلة؟ في رأيك؟ أنا أعتقادي أنه أن دور المصري في هذه الأوينة دور مركب زي القضية الفلسطينية وإزها غزة لأنه لم يكتهد كما شرط إلى وقف إطلاق النار أو التهدئة ولكنه أيضاً دخل على إعالة الإعمار وفي نفس الوقت ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني للحل مع إسرائيل ودون وجود هذا الوفق ستنتهي الأمور إلى مزيد من المواجهات إن في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس أو حتى في المدن المختلطة لأن معاناة الشعب الفلسطيني لواحدة لا تتجزع اللي بيعاني من الاحتلاء اللي بيعاني من التمييز والعنصر والأبارتهايد اللي بيعاني من البطالة ومن الفقر المعاناة ومن القيود والحواجز إلى آخره فبالتالي مصر لديها رؤية لمثل هذا الحل خاصة وإن اللحظة الإقليمية والعالمية مؤاتية نسبيا صعود الإدارة الأمريكية وبالذات الجنحة التقدم في الحزب الديمقراطي واللي هو يمارس ضغوط على بايدن من أجل حقوق الفلسطينيين ومن أجل الدولة الفلسطينية الفضلا عن أن تصريح حول حل الدولتين كان وعد انتخابي من الإدارة الأمريكية السابق لمثل هذه الأحداث فبالتالي مصر الآن بتربط كل هذه الحلقات المتاصلة وقف إطلاق النار والتهدئة والتبادل للأصر وإعمار غزة بأفق سياسي مال أفق سياسي حول حل الدولتين وأنا في اعتقادي أنه من لأنه سوف يكون مصير الإعمار كما انتهى إلهي مصير للإستثمارات الأوروبية في الضفة الغربية أن تقوم إسرائيل باكتياح الضفة الغربية وهدمها للإستثمار الدولي فبالتالي الضمانة الأساسية لديمومة الإعمار ولديمومة الهدوء هو الحل وأنا في اعتقادي أنه إحياء الربعية الدولية التي لم نعود نسمع عنها منذ سنوات وضم الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إليها أيضا وأطاها زخم وعلى قائرة حل الدولاتين وعلى قائرة الشرعية الدولية والقرارات الدولية وأنا أعتقد أن مصر رؤيتها رؤية صائبة ولكن لن يتحقق هذا بالإرادة المصرية فقط الإرادة المصرية محتاجة ضغوط من المجتمع الدولية محتاجة تكاتف المجتمع الدولية محتاجة وحدة فلسطينية كما دعا رئيس إلى اجتماع الفصل الفلسطينية سنعود النقطة لنقطة مهمة أيضا لأنه لو ترك الفلسطينيون والإسرائيليون لديهم قدرة على إذامة الصراع لكن ليس لديهم قدرة على حل الصراع حل الصراع معادلة دولية ومعادلة مختلفة عن ديمومة الصراع